الريس انا كنت راعمل علاج طبيع في رابع ونزلت بمعربة جعدت استريع على راسك هو معد يا راح مجابيني راح نازل وقف الطريق لحجة طلبتك ايه قلت له والله يا باشا انا معايا واحد كبير ويعني معاش على قد وابني قاعد من الشغل بعد الديش مش لاجي شغل وانا ماليش معاش وعندي الغضروف وبعمل علاج طبيع قال لي طلبتك وراعمل لي كده وراح ماش والناس الحلوة جاتني هنا وقادوني القاصر ووقفوا جاري واقف حلو لا يباركلكم لا يستر طريقه بطريقك لا يخليلي الغلابة يوسع رزقه ويكبر فيه اكتر من كده لحب تقلقه فيه يا رب شفت فرحة كبيرة قوي ربني يخليلينا ربني يعلم راقبه تابيش هالولاد الحرام شفت فرحة ما شفتهاش عمري والله يا ابني ربني يبارك فيك وفيني ويخليلي الغلابة يوسع رزقك يا رب اصفه حاجة كبيرة قوي مش عارفة اصفها باي هو حاجة حلوة حاجة عاملها للناس كتير مش ليا بس ووقف جاري الغلابة وبيدور عليهم ويطلحهم من تحت الارض الغلابة بالذات والله وربنا بخليه ويديه طنطل عمر ويبارك فيه ويكتر في درية وفلوسه ويخليه ليه لكلنا يا رب بيتم حاجات حلوة هاي فلوس وغسالة وحاجات تانية بين هالي وكل حاجة حلوة بالتم مفيش مآخر النهار حصلتلي حاجات حلوة جاب لي كل حاجة من بعد ما مفيش أربح تلات أربح ساعات وجاب لي كل حاجة لا يخليه لنا لا يكتر في رزقه وفي درية ويخليه كله ويعلم ركبه وفوك كاربك وكاربك معايا ربع بنات وتلاصبيان من المينيا من المينيا من وهو ده كان شغال في القصر عيني بس كان داخل كبير خد نص معاه فنص المعاش مش مكافي هدي يا ابني كان عندي حطة أرض باحة ولمنا في البيت ده وشوف سباح تنفار بجعه على البيت ده ما حانتش بيبص علي وده اللي بيبص علي ملوكش شغلة ده ما عاشوا 1700 ما بيكافي نور بنحط 1000 جنيه والله يا ابني وأكله شر ماذا فيه افتح التلاجة شوفها كده والله يا ابني شكرا سيادة الرئيس على طبعا التوجهات للتحالف الوطني والتحالف الوطني يتحرك بمنتهى القوة والسرعة وتحقيق كل أماني السيدة الفاضلة نوال حسن وزي ما هي الكلمة بمنتهى الوضوح وقالت 3-4 ساعات كل الطلبات اللي أنا طلبتها تعققت نتكلم على كل حاجة كله تحقق الحمد لله زي ما بقول كده دايما يعني بلدنا عمرها ما بتنسى ولادها أبدا والرئيس زي ما بقول لحضراتكم هي اللي شرحت قالت أنا جاية وعندي علاج وكذا وشفت الرئيس فنزل للرئيس اتكلمت معاه طلباتك ايه طلباتي كذا وكذا ما عنديش معاش عندي ابني اشتغل عندي 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 كل الطلبات دي تم تحقيقها على الفور في خلال 3-4 ساعات على طول سرعة التحرك كما وعدها الرئيس الرئيس لما بيقول حاجة بيعملها بجد مش هزهر والله بجد يعني ده عهدنا بيأى السيد الرئيس حفتاح السيسي حتى مع الناس البسطاء مخلي بقى لحضرتك يا نهارا بيض تيجي دعوة من يعني أي حد صالح دعوة من هذه السيدة الفاضلة دعوة بالدنيا دعوة بالدنيا يا سلام الناس الطيبة دي انت بتعمل لهم الخير وهم كمان دعائهم بيكون خير أي حد واندي ناس زي بقول لحضرتك كده لان هم مش متوقعين عزيز هيدا يعني ان تلتقي رئيس الجمهورية وتطلب طلبات اللي هي عزها ويتم تحقيق هذه الطلبات في ظرف 3-4 ساعات شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاة عزيزي شكرا سيادة الرئيس